اليوم نتحدث عن كيفية التحدث مع احد المختصين في اليوتيوب او كيفية تقديم شكوى لليوتيوب بشأن اي حاجة في القناة اي مشكلة توجهها في ناس بطبعا واجهة مشكلات متعلقة بان عدد المشتركين بيقل او عدد الساعة بيقل او في ناس تاني بتوجه مشكلة ان في بعض الفيديوهات مش متفعالة فيها الربح كل دي مشكلات ممكن تواجه اي واحد من منشئ المحتوى او من صاحب القنوات النهاردة انا انا جاب لكم تلها طرق مختلفة ازاي تخاطب اليوتيوب وازاي تقدم شكوى الموضوع سهل جدا وأسهل مما كنت اتخيل انا بالنفس انا فكر ان الموضوع انت تتخطي مع احد المختصين في اليوتيوب انا اومرا صعب نتابع الموضوع سهل جدا ح possibile اليوم نشاء الله الفيديو مفيد جدا جاب لكم تلت طرق مختلفة لكيفية تقديم شكوى وكيفية التحدث لאحد المختصين في اليوتيوب بطريقة سهلة جدا وازاي تقدم شكوتك و ازاي تاخد الرائط في اسرع وقت ممكن خليكم معايا ان شاء الله و ريكم خطوة خطوة ازاي تتحدث لأحد موظفي خدمة العملة او ازاي تبعت ايميل تعبر فيه عن مشترتك اللي بتواجهها في قناتك خليكم معايا و يلا نروح للكمبيوتر و نشوف خطوة خطوة مبعد اهو فتحنا الكمبيوتر وبعدين بنروح للقناة بتاعتك بتخش بلوزر نيمو الباسورد وتفتح القناة وبتخش بعد كده على اليوتيوب ستوديو بتاعك و من جوه اليوتيوب ستوديو هنخش على احد الخيارات اللي هنشوفها هنا هوت لما تدوس على الصورة بتاعتك بتاعت القناة هتنزل تحت على حاجة اسمها send feedback اهو خش تحت تمام لحد ما نوصل على send feedback وتفتح لك هنا هوت صفحة جيدة خالص تلاحظ ان انت في الصفحة دي تقدر تكتب فوق اللي انت عايزه كله باي لغة انت عاوزها كمام وتقدر تحط كمان حاجة اسمها include screenshot المعمول عليها علامة صح يعني تقدر كمان تاخد screenshot من المشكلة بتاعتك تروح مثلا بتاعتك وتاخد منها screenshot وتوضح بيها مشكلة بتكتبها هو على سبيل المسال مثلا عندك مشكلة في الدخل بتاعك بتاع القناة بتاعتك تبدأ تشرح المشكلة تمام بعد ما بتشرح المشكلة بتقدر اهو زي ما تشايف تقدر تاخد screenshot او تبعت على طول هنا هوت مسلا هنا اتجرب نعمل screenshot اهو تمام تقدر تحدد الجزء اللي فيه المشكلة عشان يعني توضح فكرتك اكتر لو عايز تروح مسلا انا للتيكسو وتحدد الشهر اللي فيه المشكلة او الجزئية اللي فيها المشكلة وبعدين بتبعت الطريقة التانية اللي معانا دلوقتي هي هتخش برضو بنفس الطريقة تمام وبعدين تروح على الصفحة اللي بعدها اللي فيها هنا هوت اه ارسال المشكلة بطريقتين اول حاجة ان انت ask the help of community ان انت تبعت سؤال للكميونيتي كميونيتي يعني المجموعات اللي هي بشغالة في نفس المكان يعني بتبعت لناش شغالة زيها زيك في قناة في اليوتيوب معاون قنوات زيك في اليوتيوب اهو بتقولك بتبعت لليوزرس لايك يو يعني اه بتبعت لمستخدمين زيك بتبعت السؤال وتشوف ردودهم لو انت مش حايف تكلم مباشر مع اه مختصين في اليوتيوب والطريقة التالتة هنا ان انت تعمل contact us ان انت تخاطب اليوتيوب نفسه بتقدر هنا هوت تروح اهو let's get started هنا هوت بتقدر تخاطبهم اول حاجة بتكتب عنوان المشكلة بتاعتك هنا هوت على سبيل المثال جايب لك تمام بتقدر تكتب المشكلة اللي انت عايزها وبعدين تحدد المشكلة اللي عندك وبعدين تعمل تختار تختار هنا هوت وسيلة الاتصال طيب نجرب هنا هوت نكتب حاجة ونشوف اهو وتقول له مسلا please check i have a problem with وتكتب مسلا اي مشكلة تاك عندك مشكلة مسلا في عدد المشاهدات مسلا في مشكلة عندك تمام بعد ما بتكتب المشكلة تخش على next step وهي الخطوة التانية هنا هوت بيجيب لك خيارات يعني المشكلة متعلقة بايه تقدر تختار مسلا هنا هوت اول حاجة بيقول لك يعني عدد المشاهدات مثلا بيال او ويه عندك خيارات كتيرة بتختار اقرب خيار وطبعا انت تقدر تستخدم اي برنامج من برامج الترجمة في انت تترجم كل الاسئلة دي وتتعرف عليها كويس تمام بعدين بعد ما تحدد نوع السؤال تقدر تخش بعد كده تختار على next step يعني اختارنا مثلا النوع هنا هوت اننا عدد الفيوز بالساعات بيال مثلا تمام ونختار هنا مثلا اي خيار تمام وبعدين نعمل next step اهو طبعا هوت لما بتعمل contact options هتجي لك خيارين اول خيار هو يعني انت تتكلم خدمة العمرة بشكل مباشر وبيقول لك one minute wait يعني هتنتظر تقريبا دقيقة او اقل من دقيقة لحين ما يرد عليك احد معظفي خدمة العمرة والخيار التاني جنبه هوت اللي هو الايميل هيفتح لك صفحة ايميل تكتب فيها اللي انت عايزه تكتب المشكلة او تقدر حتى تبعت لهم سكينشوت من المشكلة دي كانت الطرق اللي تقدر تتعامل فيها مع اي مشكلة من مشاكل يوتيوب تقدر تبعتها للمختصين في اليوتيوب وانا عن نفسي جربت في ان انا اتحدث لأحد موظف خدمة العمرة وده كان صراحة اه شيء جميل جدا لان اتفاجأت ان الموظف بيرد بسرعة جدا على عكس ما كنت متخيل رد بسرعة وبعدين سبني على الخط حوالي دي بص على المشكلة وبص على الاعدادات وعلى الانالتيكس بتاع القناة ورجع ورد وديني اجابة وافية للمشكلة فياريت تكونوا استفدتم بشرح النهاردة واريت ما تبخلوش علينا بلايك وسبسكرايب في القناة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة